السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كديرين خوتي لي بس عليكم هانين صحا كل شي مزيان مرحبا بكم في فيديو جديد تابنوا معايا وتفعيل جرس باش يوصلكم جديد ومرحبا بكم كاملين اليوم الموضوع اللي غنتكلم فيه وخصوص على الصحة ديالك اللي الانسان ضيعها في هذا الوقت تخلاص ديال الماكلة تخلاص ديال الماكلة ولون ترى من اللي مكيناش تنظيم الغداء ديال الانسان ولون ترى من اللي مكيناش وكتير من الناس اللي كيعانيوا بالامرات الدابة حاليا الناس كيوصلوا لحد الله ديال اربعة وثلاثين سانة ثمانية وثلاثين سانة يبدوا بفضل بعينات اللي يجعل السلامة كتشد لانسان امرات سكوارية والانسان كيمرد وما كي المشكل ديالو ما كي عالش راسو العلاج كين؟ العلاج الانساني عالج راسو غير بايدو ولو غير بايدو اتعال جراسك العلاج اشنا هو؟ العلاج او خصك ضروري تريني خصك ديلة ماش تمشى تمشى شوية الاقل خمسة ديال دقيق اقل عشرة ديال دقيق تنظم سيمانة ديالك يومين في سيمانة ولا تلتي ايام وتمشى حتى تحس براسك سخنتي والعرق بدي خرج منك مني كتريني شوية والعرق ديالك كي بدي خرج منك تمق كتعرف راسك عرق الامور عندك بدات واضحة يلوك تي كتريني والعرق ما كيخرش عرف الامور عندك بقى كما هي حيث التغذية اللي كان ناكلوا احنا فيها السكاريات فيها الملحق فيها بزافة الحويج لخص الانسان يعرفهم والصحة اساسية الانسان ما يضيعاش وما يتسغناش عليها وما عمرش راسه بالخوة الخاوي تقدر تمشى غير وطريح فيها جسوع تقدر تبشي غير شي بلاساق معك صاحبك ولا معك هذه تقلس ما عندكش لموشكي تضيع ثلاثة سواء اربعة سواء ولكن الصحة ديالك عشرة ديالدقائق ربوع ساعة لانسا ما تفكرش في هذه منك يوصل لواحد المرحانة لهذا ما تسغناش على الصحة ديالك الصحة ديالك أهم حاجة عندك في الحياة شحان منه واحد مسكين كيبالك واقف مزيان كيبالك كيبالك تبارك الله ولكن كتلقى مسكين عنده أمراض اللي هي كتضيع لي الحياة دياله وهو ما تفكرش في هذا الحويج اللي اللي غديني ناسبه على الحياة دياله كيف ما قلنا تاخد غير خمسة دقائق ولا تاخد عشرة ديالدقائق وتريني فيها ربك تكون بخير وإلا درتيات القادية هذي كن على يقين هذيك الأمراض ما غداش تبقى فيك كن على يقيني إلا تحذكتي وحسيتي براسك عرقتي شوية وخذشتي العرق غير بروغرام بي اليومين السمينة كن على يقيني إلا غادي تكون بخير وغادي تصح بلده تدك الدولي تتشرب إلا كنت مريد والله تغتحيده غادي شبقى تشربه غادي تحيده تقولي بخير وعلى خير وكثير من الناس اللي ما كتشربش الماء كنلاحظه بعد الناس اللي نهار كامل الإنسان هو كيجري ولا هو كيخدم كيشرب كاس كاس دين الماء ولا جوش كيسان نصيحة على الأقل على الأقل على الأقل جوش أيطرة دين الماء تشربها على الأقل ويا ركتر على الأقل بعدها كين خاصتك تشرب الماء ما تبغى تشربه وماشي تجيك العطش ولا تتاكل وعادة تشرب أنا ما ديما معاك في الخدماء قرائع دين الماء قاس في الدار قرائع دين الماء فقط مع الصباح نتوكل على الله ونشرب الماء والله ونقول بسم الله ونشرب الماء والماء أساسي للصحة دين الإنسان وراح تهو عنده نقص صعيب يعني الإنسان لما تشرب الماء ستكون عنده نقص صعيب راح تلكلاوية للإنسان ستينشفوا لي وكما قلنا الإنسان يعطي طرح أحد الأهمية ما يجبشيش يبقى غير الماء وخدمة وجي الدار نعاس وفيق سيد الخدمة وجي ونعاس تقول ماني أنا تضغني هذه تضغني هنا تضغني هنا أرى المشكل التي تضغك تم أرى المشكل ليس شيء واحد مشكلتك أنت لا تعلم أنت تعالج رأسك بإيدك نقص من الملحق ونقص من السكار وشرب الماء وكن على يقين احتربي تقول لي بي خير وعلى خير وإلا نظمتي نظمتي رأسك بها الطريقة التي أشرح لك تكون على يقين تكون بي خير وعلى خير تأخذ عشرات دقيق في النهار ستجري تجري تجري فيها ومع أكثر ومع أكثر الوزن التي تتوزن الإنسان وتقول لماذا؟ لحق لن تجري لا تجري لا تكلف على رأسك طريقة التي تجري 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 بطريقة تجري ومع أكثر تجري ومع أكثر ومع أكثر ومع أكثر بطريقة لن تكون غير خفاف لذي ستطح فيهم الجسم ويقول الله يجعل باركة والحمد لله ودروري الحمد لله تعالى لا يعني أي أحد لا نساء ولا têmar ولا أي أحد تريني أريد علشة أشرب وأعطيك مرور الشأن تعرف قدال عارة كامل تشرب الماء والأغلب الهوز نعم لم يخرج العرق لابده العرق بسببت بسبب ان تشرب الماء و انتحرك من جسم منك تجري جسم تأثير هذا الجلد نعم لأنك تحل بحل قد تنفس لماذا يخرج العرق لان تسخون قد تجري حيث جسم تنفس يجب أن تشرب الماء منها تشرب الماء جيدا كيف يبدو أن يخرج هذا الميكروب الذي يبدو أن يخرج هذا الإنسان يبدو أن يخرج هذا الإنسان لا يكون مترينة ثلاث سنين أو ربع سنين ودير هذه القادية وتفكرني بها ومرحبا بكم إن شاء الله في فيديو جاء إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله